السلام عليكم ورحمة الله وبركاته و اهلا بكم مستجدت في قضية صحفي صالح عاطية لأدلة بتصريحات لقناة الجزيرة نهار الجمعة اللي فاتح كيفيهم على انه او على اساس انه رئيس الجمهورية قيس سعيد اعطى او طلب من الجيش من المؤسسة العسكرية انها تذاهم مقرات اتحاد الشغل وتغلقها وتعتقل قيادتها وتحطهم تحت الاقامة الجبرية العسكرية اللي صار بعد ما تم الادلة بهذه التصريحات نيابة العسكرية تحركت فتح التحقيق ثم تم استدعاء والاستماع لي ارفض انه يكشف على المصادر متاعه وبعد ذلك تم الاحتفاظ به واليوم ثم جديد في هذه القضية اللي هزت الرأي العام خاصة وانه هو قال مش اول مرة الجيش يرفض مثل هذا الطلب من او لرئيس الجمهورية قال انه سبق وانه طلب الرئيس من الجيش انهم يعتقلوا ويحطوا تحت الاقامة الجبرية عدد من القيادات السياسية في تلميح الى نوردين البحيري وعدد اخر منه السياسيين اليوم رسميا المحامي سامير ديلو اللي هو محامي على صالح عطية هذا الصحفي اللي ادل بالتصريحات الى قناة الجزيرة واللي زادة نعلن سامير ديلو انه تم تكوين هاي الدفاع على الصحفي سامير ديلو يأكد اليوم بانه قاضي التحقيق العسكري اصدر بطاقة اداء بالسجن في حق الصحفي صالح عطية والصحفي صالح عطية كان تم ايقافه على خلفية التصريحات وفيما بعد تم الاحتفاظ به في البداية ثم بعد بطاقة اداء بالسجن نوك ما عادش في حالة ايقاف اصبح مسجون وكتب ايضا سامير ديلو بانه عيلتو مشيت الى سجن المرنجية بيش تقابلو وبيش تحكي معاه وعندهم الترخيص متعل انهم يقابلو ولكن يقول انه ما مكنهمش من هذي بتعلت انه ما زال ما هوش مسجل في السجل معناه متاع السجن متاع المرنجية ويستنكر سامير ديلو هذا الامر نلقا وزيدا بانه نقابة الصحفيين التونسيين اجتمعت اليوم واعلنت عن موقفها خليني نقول من ايقاف الصحفي صالح عاطية اتأكد النقابة انه موقفها المبدئي هو يرفض المحاكمات العسكرية في حق المدنيين سواء كانوا صحفيين ولا ما همش صحفيين ولا مواطنين عاديين كما زيدا تقول اللي هي متمسكة بمحاكمة القضايا المتعلقة بالنشر والتصريحات امام القضاء المدني وحسب مقتضية المرسوم ميوخ مستاش اللي نظم مهنة الصحافة والتباعة والنشر هذا والنقابة يعني اكدت وانها تتابع مسار الابحاث في حق الصحفي صالح عاطية بعد تصريحات اللي ادل بها مؤخرا واللي احكين عليها كما زيدا ادعاة الى احترام اخلاقية المهنة قواعد نشر الخبر الصحفي وما يعنيه من دقة في مصادر المعلومة عبرت ايضا على رفضها لما اسمته بسيسة المكيالين كما تقول هي اللي تتباح الدولة ومؤسساتها القضائية مدنية والعسكرية ويتقول انه هذي من خلال السرعة في رفع قضايا ضد يعني اشخاص ولا اطراف معينة وفتح ابحاث ضد المخالفين وفي المقابل عدم تتبع الموالين للسلطة في تونس مهما كانت خطورة التصريحات امتحهم نلقى ايضا في خضم المشاكل القضائية اليوم فما تحركات تجديدة للقضاء مثلا القاضية روذا القراف اللي هي رئيسة الشرفية لجمعية القضاة التونسين تؤكد بانه الوسطات لحل ازمة القضاء لا تكون عبر وسائل الاعلام وتقول انه العميد بودربيلا يعني في اذاعة من الاذاعات قال اللي هو مستعد بشي توسط لحل الازمة في قطاع القضاء وتقول انه القضاءات عندهم ستة هيكل وستة مؤسسات وعندهم قواعد يرجعون لها وتقول انه لازم يتم احترام عمل المؤسسات نلقى ازمة القضاء مستفحلة بصفة عامة فما برش مواقف سياسية اليوم من القضاءات وإلا من عزل بعض القضاءات مثلا وليد جلاد اليوم في تصريح اعلامي يقول بانه قرار عزل 57 قاضي شمل القاضي محمد كمون اللي كان مرشح لوزارة العدل في حكومة نجلة بودن وكيف او من خلال تعيينه رئيس لجنة وهو مشهود له بنظافة اليد والكفاءة وليد جلاد يقول بانه العزل متاع هذا القاضي محمد كمون على خاطره ارفض الاوامر في قضية النواب اللي عاملوا كل جلسة متاع 30 مارس عن بعض يقول هذا هو سبب الحقيقي لعزل هذا القاضي نلقاه ايضا مشكلة اخرى في القضاء اليوم قاضي يستقيل من عضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي هو القاضي الاداري لحبيب الرباعي يأكد اليوم انه قدم استقالته للهيئة ويقول انه هالاستقالة هذه جي مساندة لزملائه القضاة ومن اجل قانون اساسي للقضاة تبقى للمعايير الدولية هو يتضامن مع اضراب القضاة اللي صاير في البلاد اللي صاير على خلفه تعزل 57 قاضي في تونس واللي دخلوا في اسبوحهم الثاني من هذا الاضراب جدل متواصل في تونس بسبب اضراب القضاة والمواقف للقاض الطابوبي عود وجه رسالة اخرى لرئيس الجمهورية قيس سعيد وطلب منه انه يعود ينظر في القائمة هذه يدرسهم ملف ملف خاطر يقول فما قضاة تتعلق بهم شبهات وفما قضاة يئما ويشاية وإلا يعني فما وإلا يعني مشاكل أخرى تنجم تكون تثبت في العازل هذي أما هما ما تتعلقش بهم يعني شبهات به نلقى وأيضا المشكلة منتع الاستفتاء اللي نحب نختم بها الفيديو نلقاه اليوم قرب الاستفتاء بدي العد التنازلي وفضل عبد الكافي اليوم يعني يوجه دعوة إلى رئيس الجمهورية شكون فضل عبد الكافي تعرفوه بيسير رئيس أو وزير شد وزير قبل هو رئيس حزب أفاق تونس دعا رئيس الجمهورية إلى مناظرة علنية بش يدافع على مشروعه اللي يتعلق بالدستور جدي واللي بش يتم عرضه على الاستفتاء في 25 جويلة ويقول خلي هو يدافع على الاستفتاء معه وأنا فضل عبد الكافي ندافع على رفض هذا الاستفتاء وتراها نشوفه شكون اللي يقنع أكثر الشعب التونسي ويعبر على تخوفه من تزوير نتائج الاستفتاء والانتخابات الجاية ويقول إنه هيئة الانتخابات الحالية معينة من قبل رئيس الدولة ويقول إنه هو عبد الكافي بش يراقب عمل هيئة الانتخابات ويقول نرجو أن تبقى مستقلة طبعا هذي الكولوجي في خلفية الجدل بخصوص هيئة الانتخابات اللي معينها الرئيس هل هي بش تنجم يعني توصل هذا المسار وتكون النتائج مشهود بها خاصة إنه بشكون فما ملاحظين دوليين ومحليين في تونس لمراقبة عملية الاستفتاء